وللمزيد عن مشاورات الأمريكية الإسرائيلية معنا من الأردن معا للوزير السابق الدكتور أمين المشاقبة معا للوزير أهلا مرحبا بكم أهلا بك أهلا معا للوزير كشفت تقرير إعلامية عن تقدم ملحوظ في التنسيق بين واشنطن وإسرائيل بشأن الهجوم المحتمل على إيران وذلك أيضا بعد سلسلة من المشاورات المكثفة بين المسؤولين في البلدين لماذا تصر إسرائيل في حصولها على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للرد على الهجوم الإيراني؟ يعني إسرائيل تسعى لإدخال الولايات المتحدة أو جعل الولايات المتحدة دائما لها في أي حرب مع إيران إسرائيل تسعى إلى جر إيران إلى حرب إقليمية بدعم أمريكي أو مساندة أمريكية على صعيد البعض العسكري وعلى صعيد أبعاد أخرى موجودة أو تريدها إسرائيل ولكن الولايات المتحدة تسعى لتخفيف حدة الأزمة ومنع ضرب أي مفاعلات نووية إيرانية بالإضافة إلى مصافي النفط والتكرير البترول في إيران لأن ذلك له تداعيات كبيرة على المنطقة من حيث ارتفاع أسعار النفط عالميا واحد وثانيا من حيث توريط الولايات المتحدة في حرب لا تريدها مع إيران بشكل جدري وبالتالي تسعى إسرائيل لأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة فيما يتعلق بآليات الرد وطبيعة الرد وحجم الرد الذي تسعى إليه إسرائيل بعد الضربة الإيرانية لإسرائيل بشكل عام معالي الوزير ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية عشر أن اجتماع المجلس لا أمن الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية انتهى دون تصويت ودون التصويت على الهجوم على إيران في الأثناء توقع البعض ضرب منشآت نووية أو نفطية في حين توقع بعض الآخر توقع أن يكون هناك اغتيالات وآخرون توقعوا أن يكون الرد الإسرائيلي مماثل للرد الإيراني يعني ضربة بدون خسائر حسب ما ذكرت الأذين أي سيناريو هو الأقوى أو هو المرجح أكثر هو هناك خلاف داخل المجلس الوزراء الإسرائيلي هناك من يريد أن يصعد بالضربة أو توسيع إطار الضربة لتشمل المفاعلات النووية الإيرانية وبالتالي يرى بعض الإسرائيليون وبالذات بعض الوزراء المتشددين إنها فرصة لإسرائيل لضرب هذه المفاعلات وبالتالي الولايات المتحدة لا تسعى لهذا الأمر لأن هذا الأمر سيصعد ويزيد من حدة الهجوم الإيراني على إسرائيل في قادم العيام لكن البعض الآراء داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي تسعى إلى أن تكون ضربة للمعسكرات أو المواقع التي تم انطلاق منها الصواريخ باتجاه إسرائيل بالإضافة إلى بعض المواقع الاستراتيجية وهناك مطالبة أقرى بضرب الاغتيالات أو إحداث اغتيالات لدى القيادة الإيرانية وبالتالي ليس متفق داخل إسرائيل على نوعية وحجم الضربة بالنسبة إلى إيران الآن لكن سترد إسرائيل ردا يعني على الأقل يعني يحفظ ماء الوجه لإسرائيل بانتقامها من إيران نتيجة الضربة الإيرانية التي وجهت إليها لكن المشكلة الكبرى أن إسرائيل تضرب في كل مكان هي أنهت موضوع قطاع غزة بدمار وانتقام شامل وعبادة جماعية لمئات العلاف من الغزيين وتتجه إلى الآن نحو تصفية المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله وبالتالي هي دمرت يعني ما يزيد عن ألفين موقع داخل الضاحية الجنوبية بالإضافة إلى تهجير مئة يعني ما يزيد مليون ومئتين ألف مواطن من الجنوب اللبناني بالإضافة إلى الضاحية هجروا ساكنهم إلى مناطق أقرى آمنة أو أكثر أمنا وبالتالي إسرائيل هي ترفض عملية وقف إطلاق النار وترفض أي توجهات بوقف إطلاق النار ما لم تنهي حماس كليا وتنهي حزب الله كليا أو على الأقل تقلل من قدرته العسكرية بشكل عام حتى بعد المشاورات الإيرانية مع الدوحة وهناك من قال أنه أن إيران وضعت بعض الشروط لوقف هذه الحرب في غزة ولبنان يعني نأخذ الجانب الأول الجانب الأول أنه إيران حسب تصريحات وزير الخارجية لا تريد حربا شاملة في منطقة الشرق الأوسط تجر فيها كل المنطقة إلى حرب ممكن لا نعرف نهايتها نعرف بدايتها ولكن لا نعرف نهايتها وبالتالي هي تسعى عن طريق الوسيط القطري بإيصار رسائل للولايات المتحدة ولبعض الدول الأوروبية بأنها لا تريد حربا وتريد وقفا لإطلاق النار بالجانب الثاني الحكومة اللبنانية وافقت على قرار سبعتاش سفر واحد اللي هو قرار الذي يدعو إلى انسحاب قوات حزب الله من المنطقة جنوب الليطاني إلى مسافة حوالي أربعين أو خمسة وثلاثين كيلو متر من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتقول أو قال وزير رئيس الوزراء اللبناني اليوم ميقاتي في مؤتمر صحفي أن حزب الله موافق على هذا القرار وعلى هذا الأمر لكن إسرائيل لها أهداف أخرى يعني المعلن لدى إسرائيل هو إعادة المهجرين من المسوطنات في شمال فلسطين التاريخية لكن هذا المعلن لكن الهدف الرئيسي هو عملية إزالة أي خطر يأتي من جماعات حزب الله وبالتالي تدمير القدرة العسكرية وفرض الهيمن على المنطقة بشكل أو بآخر نعم معالي الوزير السابق الدكتور أمين المشاقبا شكرا جزيلا لكم